لو سألتموني عن كتاب من كتب السقيفيين من المكتبة السقيفية أتحدث عن سقيفة بني ساعدة لو سألتموني عن كتاب من كتبهم في هذا المجال في مجال النبوءة الدينية فإنني لن أفضل كتابا على كتاب الفتن لنعيم ابن حمات المتوفى سنة 229 للهجرة الكتاب بين يدي الفتن لنعيم ابن حمات كما يقولون تأليف الإمام الحافظي نعيم ابن حمات ابن معاوية ابن الحارث هذه طبعة طبعة مكتبة الصفا القاهرة مصر كتاب الفتن لنعيم ابن حمات نعيم ممدوح جدا عندهم لكن الكتاب مذموم جدا عندهم بحسب منهجهم السندي وفي الحقيقة لأن نعيما هذا نقل كثيرا من الأحاديث عن العترة الطاهرة هذا هو سبب ضعف الكتاب الحقيقي لا أتحدث عن الذي يذكرونه في الكتب أو يتحدثون به في الدروس أو إذا ما سئلوا في الفضائيات وأجابوا السبب الحقيقي هذا الكتاب يجتمل على طائفة من أحاديث العترة الطاهرة رواها نعيم ابن حمات هذا مع ملاحظتي أنني لا أعتمد على هذا الكتاب لا شأن لي به أتعامل معه على أنه كتاب نبوآت ما يرتبط بأحاديث إمام زماننا في كتب المكتبة السقيفية أتعامل معها على أنها نبوآت قد تصدق وقد لا تصدق الأمر يعود فيها إلى قادم الأيام قد تقولون ما هو الفارق بين أن نتعامل معها على أنها نبوآت أو على أنها أحاديث إذا تعاملنا معها على أنها أحاديث وقبلنا تلك الأحاديث فإننا سنؤسس عليها لأننا نؤسس الدين على الأحاديث الصحيحة فكيف أؤسس ديني على أحاديث السقيفة والتحقيق عندي من أن التحريف ينتشر في جميع جهاتها فلذا هذه الأحاديث التي تتحدث عن إمام زماننا وعن الملاحم والفتن وعن قادم الأيام أجعلها تحت عنوان النبوءة الدينية بالضبط مثل ما قرأت عليكم من العهد القديم من العهد الجديد من إنجيل برنابا إنني أقرأ عليكم من هذه الكتب مثل ما قرأت عليكم من صحيح مسلم قطعا السقيفيون يرفضون كلامي وسيسخرون من كلامي هم أعرار وأنا أرفض كلامهم وأسخر من كلامهم أيضا هم أعرار فيما يقولون وأنا حر فيما أقول هذا الكلام يؤذي مراجع النجاف يؤذي أولئك المرجئة يؤذي أولئك البترية لأن الكلام يضع النقاط على الحروف وهم لا يريدون ذلك يريدون للشيعة أن يبقوا حميرا أتحفون 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 بالوثيقة الديخية ترجمة نانسي قنقر لا يريدون أن أجيب الأسوان واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبيريا قال توصل أطمئنم تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمسة قيلة مستعجب مش ترحبين تركب يعني خلاقا أغميشيني كما ترخلاقا أغميشيني جميع أغميشيني كان حالك أغميش ديخ عربي أغميش ونص عباسك كنا على ثقه وكلكم تعرفون لأنه مارد أجيب الأسم عربي قال تركب مثل ما تركب نار وغاية ديخ ومش لا مو علميش ما ليه هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة صفحة ميتين وثلاثة من كتاب الفتن لابن حماد من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل الباب الثالث والأربعون رقم الحديث تسعمية وخمسة وعشرين بسنده عن سعيد بن المسيّة قال تكون فتنة بحسب الثقافة السقيفية فإن سعيدا ابن المسيّة حينما يقول هذا الكلام حتى وإن لم ينقله عن رسول الله لأنه ما قال قال رسول الله فهؤلاء ينقلون عن الصحابة وينقلون عن رسول الله كما هم يقولون ولذا فإنني قلت لكم أتعامل مع هذه الكتب على أنها من كتب النبوءة الدينية سعيد ابن المسيّة يقول تكون فتنة إنه يتحدث عن فتنة الشام تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان كلما سكنت من جانب طمت من جانب فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان قلت لكم هذه الأحاديث محرفة ونحن هنا نعرض نبوءة دينية مثل ما عرضت عليكم نبوءة دينية من كتب اليهود والنصارى سعيد ابن المسيّة هكذا يقول تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان ما هو بلعب صبيان ولكنه كأنه لعب صبيان كلما سكنت من جانب طمت من جانب فلا تتناهى فلا تتناهى يعني أنها لا تنتهي ستبقى مستمرة حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان وفتل ابن المسيّة بيديه حتى أنهما لينفضان فقال ذلكم الأمير حقا ذلكم الأمير حقا قالها ثلاث مرات كي يؤكد المعنى وربما سمعها هكذا سمعها مثلثة ثلاث مرات تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان فتنة الشام فتنة سوريا بدأت من تلاميذ يافعين كتبوا منددين ببشار الأسد على جدران مدرسته في مدينة درعا من هنا بدأت فتنة الشام في زماننا تلاميذ يافعون على جدران مدرستهم كتبوا منددين ببشار الأسد بالنظام السوري قد تأثر بما يشاهدونه في الإعلام بما جرى في تونس بما جرى في مصر تأثر بما يسمى بالربيع العربي فنقلوا هذا إلى واقع مدرسته إلى واقع مدينته ومن هنا بدأت حكاية الفتنة الشامية حكاية الثورة السورية كما يحلو لثوارها أن يصفوها بهذا الواصف فتنة الشام مثل ما يقول سعيد ابن المسيب كأن أولها لعب والصبيان في الحقيقة ما كان لعبا لكنهم بالنتيجة كانوا صبيتان فأفعال صبية حتى لو كانت جادة تكاد أن تكون قريبة من اللعب لقلة خبرتهم في الحياة هذا التعبير جاء دقيقا جدا في هذه النبوء تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان كلما سكنت من جانب طمت من جانب فلا تثناها لن تنتهي حتى ينادي مناد من السماء إنها إنها الصيحة إنها صيحة شهر رمضان حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان ألا إن الأمير الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذا الكتاب عنوانه التمرد السوري لمؤلفه فؤاد عجمي الشخصية الأمريكية الوحيدة التي التقت بالسيستاني المرجع كما هو معروف فؤاد عجمي حدثتكم عن في هذا البرنامج في برنامج الخاتمة حينما كنت أتحدث عن العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان فؤاد عجمي الشخصية الأمريكية من قبل الحكومة الأمريكية التي التقت بشكل مباشر وعلني بالسيستاني فؤاد عجمي لبناني شيعي لكنه يحمل الجنسية الأمريكية هو مواطن أمريكي هذا الكتاب ألفه فؤاد عجمي باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية ترجمه إلى العربية أحمد الشمبري هذه طبعة جداول جداول للنشر والترجمة والتوزيع بيروت لبنان هذه الطبعة الأولى 2013 ميلادي أذهب بكم إلى صفحة 102 ماذا يقول فؤاد عجمي ومعلوماته دقيقة صحيحة صفحة 102 يقول قام 12 ولدا تقريبا من مدينة درعا الداخلية في بداية آذار مارس بكتابة بعض الخربشات ضد النظام على الجدران كان هناك هتاف جذاب ينتشر بإغواء في البلدان العربية كان الهتاف حول رغبة الناس في إطاحة النظام له صبغة غنائية وضخمته النشرات التلفزيونية وانتشر في مصر والبحرين واليمن وليبيا والآن هذه القلة من الأولاد أعمارهم بين عشر إلى خمسة عشر عاما أتوا به إلى أكثر البيئات تسلطا وهي الدكتاتورية السورية على مشارف درعة كانت هناك قاعدة عسكرية يسكن بها الضباط العلويون وعائلاتهم العلويون يعني النصيريين وكان حضور الدولة في حياة أهل درعة يتمثل في تواجد الجيش وقوات الأمن اعتقل الأولاد وعندما ذهب شيوخ وأعيان هذه المدينة للاستفسار عنهم عملوا بازدراء وقيل لهم انسوا أطفالكم اذهبوا إلى بيوتكم وأنجبوا من جديد وإذا كنتم لا تستطيعون فنحن نستطيع أن نرسل إليكم رجالا يستطيعون إن جاب أطفال جدد وقاحة يا لها من وقاحة وعندما أعيد الأولاد إلى أهلهم تبين أنهم اغتصبوا اغتصبوا جنسيا وعذبوا ما هذه أخلاق البعثيين بعثيه العراق هم بعثي سوريا وعندما أعيد الأولاد إلى أهلهم تبين أنهم اغتصبوا وعذبوا انتفضت درعة وأصبح مسجد المدينة الرئيس المسجد العمري مكان التجمع لموجات من المتظاهرين كان عدد الضحايا في ازدياد سريع وفوج النظام وأصبح مصمما على انهاء الاضطرابات في مهدها بدأت قوات الأمن بالمدافع المائية وبعد ذلك مباشرة تلقوا أوامر بالقتل وأصبحوا يطلقون النار على المتظاهرين ومسيرات الجنائز سوية ظهر القناصة في درعة وكثير من الضحايا تعرضوا لجروح في الرأس والرقبة والصدر أصبحت درعة تحت الحصار لقد عوقبت على خرق صمت البلاد ما فعله أولئك الصبية لم يكن يهم قوات الأمن أن أعدادا لا تحصى من المتظاهرين كانوا يحملون أغصان الزيتون ويفتحون قمصانهم ليبرهنوا على أنه ليس لديهم أسلحة ويهتفون سلمية سلمية وعانت درعة نقصا حادا في الطعام والماء والدواء وقطعت اتصالاتها مع العالم الخارجي وعندما أرسلت مدن أخرى أناسا لمساعدة درعة تمت مهاجمتهم أيضا وأطلقت قوات الأمن النار على أفراد العناية الطبية الذين كانوا يحاولون مساعدة الجرحة وبعد أربعة أسابيع من الحصار منع الأذان سيطر رجال الأمن على المساجد واستبيحت كانت هناك قوارير مشروبات كحولية فارغة وعلى جدران عدة مساجد كانت هناك كتابات تهزأ بالدين وكان أشدها تدنيسا وأكثرها إذاء للمؤمنين إلهكم بشار لا إله إلا بشار واستنتج أهل درعة أنه لا يمكن لجندي مسلم أن يتمادى إلى ذلك الحد هؤلاء الذين فعلوا ذلك خوارج علويون يعني نصيريين والمساجد لم تكن لهم ليحترموها لأن النصيريين ما عندهم مساجد وليست عندهم من صلاة كصلاة المسلمين وكانت الأيام العشرة الأولى هي الأكثر دموية وقد سقط من أهلها مئة شخص على الأقل من أهلها من أهل درعة هذه بداية الفتنة الشامية مثل ما نقلها لنا فؤاد عجمي في كتابه التمرد السوري ألا تلاحظون أن النبوءة هذه تنطبق انطباقا كاملا على الذي جرى في سوريا جرى في درعة تكون فتنة إنها فتنة الشام الفتنة المستديمة كأن أولها لعب الصبيان ما هو بلعب صبيان لكنه عمل صبيان فعمل الصبيان كأنه لعب كأن أولها لعب الصبيان كلما سكنت من جانب طمت من جانب فلا تتناها إنها مستمرة حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء نذهب إلى فاصل عن سعد بن عبد الله الأشعري القموي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سورة طاها فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلعن عليك قلت إنه سعد الأشعري قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عم سواك وكان شديدا الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى إخلعن عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميلي إلى من سوايا مغسولة لازلت أقرأ عليكم من كتاب الفتن لنعيم بن حمات المتوفى سنة ميتين وتسعة وعشرين للهجرة بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة مية واربعة وعشرين رقم الحديث خمسمية وثمانية وخمسين بسنده عن أبي رومان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هكذا هم يقولون الرواية إذا دققنا النظر فيها فإنها تصدق بشكل واضح يصدقها الواقع الذي عايشنا الأمير مثلما هم ذكروا هنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا رأيتم الرايات السود الرايات السود حينما حدثت الثورة الإيرانية سنة 78 وانتصرت سنة 79 1978 1979 كنا نفهم أحاديث الرايات السود نفهمها من أنها تشير إلى الثورة الإسلامية الإيرانية لكن في الحقيقة نحن ما رأينا راية سوداء وإنما طبقنا الروايات على رايات سوداء تخرج من خراسان تخرج من إيران هي رايات ممدوحة تمهد للقائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه في الحقيقة ما رأينا بأم أعيننا رايات سوداء قطعا لا يقصد من الرايات السوداء الرايات التي ترفعها المواكب الحسينية في شهر محرم وصفر في كل سنة وكانت ترفع في إيران قبل ثورة وترفع كذلك بعد الثورة لكن ليس هناك من راية سوداء رفعتها الثورة الإسلامية الإيرانية كنا نطبق هذه الروايات التي مدحت جانبا من الرايات السود لكننا لم نتوقع أن عددا كثيرا من الرايات السود المذمومة ستكون على أرض الواقع تتحرك في عالمنا القاعدة القاعدة راياتها سوداء داعش راياتهم سوداء سائر المجموعات الإرهابية 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 في بلاد الشام وغير بلاد الشام يحملون رايات سوداء أيضا ولكن أشهر الرايات السوداء رايات القاعدة وبعد ذلك رايات الدولة الإسلامية دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام ورايات هؤلاء صارت أشهر من رايات القاعدة قطعا كل الذين انشقوا عن القاعدة وعن داعش وعن جبهة النصرة وعن وعن كل المجموعات اتخذت لها رايات سوداء أيضا حتى لو اتخذت راية أخرى رفعوا رايات سوداء إلى جانب تلك الراية التي اتخذوها المجموعات الإرهابية الناصبية السقيفية ابتداء من القاعدة وانتهاء بكل المجموعات الموجودة الآن في بلاد الشام أو في العراق وحتى في الدول الأفريقية في مختلف البقاء تنتشر فيما بينهم الرايات السوداء أعود إلى هذه الرواية التي جاءت في كتاب الفتن لابن حمد ونقلت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا رأيتم الرايات السود وقد رأيناها يا أمير المؤمنين رأيناها بأم أعيننا إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فالزموا الأرض أي يصبروا لا تستعجلوا لا تتخذوا قرارا من دون دراسة فلا تحركوا أيديكم ولا أرجو لكم ثم يظهر قوم ضعفاء إذا رأيتم الرايات السود متى رأيناها رأيناها عند القاعدة بدايات الرايات السود رأيناها عند القاعدة قبل القاعدة لم تكن هناك رأيات سود قد رفعت بشكل واضح وبين القاعدة جماعة أسامة أبن لادن هم الذين رفعوا الرايات السود بشكل رسمي وانتشرت في الإعلام وصار الأمر معروفا في جميع أنحاء العالم على المستوى الإعلامي وعلى المستوى العقائد في الأجواء الإرهابية في الأجواء السقيفية إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحرك أيديكم ولا أرجلكم ثم ليس بشكل مباشر بعد فترة من الزمان مثل ما يقولون ثم تفيد التراخي التراخي يعني هناك فاصل زماني بينما قبلها وبينما بعدها وهذا يفهم من القرائن من القرائن الحالية المقالية من كل المعطيات على أرض الواقع هو هذا الذي حدث ظهرت الرايات السود على يد القاعدة وهذا كان قبل زمن ما هو بزمن مقارب لظهور الرايات السود للدولة الإسلامية إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحرك أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه له داعش في بدايتها كانت هكذا حينما كانوا في العراق بداية داعش في العراق جذورها قطبية أخوانية ألا لعنة الله على القطبيين ألا لعنة الله على الأخوان كل القذارة في العالم جاءتنا من هذه البوابة الإجرامية من هذه البوابة التي فتحها ذلك الإرهابي المجرم حسن البنة وبعد ذلك عمق إرهابها ذلك المجرم الحقير اللعين سيد قطب أبو بكر البغدادي كان أخوانيا كان قطبيا اسمه اسمه الحقيقي إبراه إبراهيم عواد البدري من سامراء كان أخوانيا كان قطبيا والذين معه كانوا كذلك ولذا في مدارس داعش التي افتتحت في سوريا وحتى في الأماكن التي يدرسون فيها الشباب والأطفال في العراق في الموصل وغير الموصل كتب سيد قطب هي المادة الرئيسة للتدريس والتعليم والتثقيف ألا لعنة على سيد قطب ونحن في الواقع الشيعي كل القذارة الموجودة منذ الخمسينات وإلى الآن التي فتحتها علينا حوزة النجف وحوزة كربلاء كل القذارة جاءتنا من هذا اللعين من فكري سيد قطب ومن كتب سيد قطب إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحرك أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم لا يؤبه لهم إعلاميا لا يؤبه لهم سياسيا لا يؤبه لهم أمنيا لا يؤبه لهم عسكريا لا يؤبه لهم اجتماعيا لا يؤبه لهم شيعيا لا يؤبه لهم سنيا هكذا كان واقع داعش داعش في البداية حينما أسست من قبل هؤلاء القطبيين ألا لعنة الله عليهم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد قلوب قاسية قلوب جريئة نحن لا نستطيع أن ننكر جرأة هؤلاء ولا نستطيع أن ننكر مدى إخلاصهم لمبدئهم الذي يعتقدون به يضحون بأنفسهم ويلقون بأجسادهم في أفواه الموت الزؤام هذه حقيقة رأاها الجميع الرواية تريد أن تشير إلى هذا قلوبهم كزبر الحديد هذا الوصف العجيب الذي ما كنا نفهمه في الثمانينات هم أصحاب الدولة هذا الوصف العجيب حينما كنا نقرأ هذه الرواية في الثمانينات حيث نقلها ابن طاوس في كتابه الملاحم والفتن حينما كنا نقرأها وإن كانت هناك قد حرفت نستغرب هذا العنوان هم أصحاب الدولة ما المراد من ذلك نحاول أن نجد لها تبريرا أن نجد لها شرحا ولكن بعد أن تحققت دولة داعش على الأرض انطبقت هذه الرواية بالكامل البدايات من القاعدة وبدايات القاعدة من الأخوان فأسامة فأسامة ابن لاد هو الآخر أخواني قطبي لعين إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحرك أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق وهذه الصفة واضحة فيهم لا يفون بعهد ولا ميثاق لأنهم يستحلون دماء الجميع يستحلون دماء كل من لا يكون معهم ومن هنا فلا يفون بعهد ولا ميثاق لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق يعلنون من أنهم يريدون إقامة العدل من أنهم يريدون أن يعبد الله في الأرض يدعون إلى الحق وليسوا من أهله وما هم من أهل الحق هم من أهل الباطل أسماؤهم ألكنا أبو بكر البغدادي هذا هو خليفتهم أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى لا ينتسبون إلى القبائل ينتسبون إلى المدن أبو بكر البغدادي اسمه الحقيقي إبراهيم عواد البدري هذا اسمه الحقيقي ولكنه لا يستعمل اسمه الحقيقي أسماؤهم الكنى أبو بكر ونسبته نسبته الحقيقية البدري لا ينتسب إلى قبيلته فهو بدري هاشميون البدريون هؤلاء هاشميون يعود نسبهم إلى جعفر الكذاب الذي دعا الإمامة بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري إنه عدو صاحب العمر البدريون هؤلاء هم أحفاد جعفر الكذاب هذه المعلومة دقيقة علماء الأنساب وعلماء السير وعلماء التأريخ يعرفونها إبراهيم عواد البدري نسبته بدري إلى هذه القبيلة البدرية التي هي هاشمية في العصل واسمه إبراهيم لكن بماذا يتسمى بكنيته أبو بكر وإلى أي جهة ينتسب إلى المدينة إلى القرى إلى بغداد وفلان يكن مثلا بأبي صهيب وما هي نسبته الشيشاني وهكذا أبو محمد الجولاني كونية مع نسبة إلى القرى أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخات كشعور النساء هذه الصفة واضحة فيهم كانوا يطيلون شعورهم وشعورهم مرخات كشعور النساء حتى يختلف فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء هذه الوقائع نحن عايشناها وشاهدناها ماذا تقولون أنتم هذه النبوءة أثبتت الأيام صدقها ربما قد يكون النقل ليس دقيقا من جهة بلاغة الألفاظ لكن المضمون واضح وصريح هذه المضامين إذا أردنا أن نجمعها هذه المضامين كلها في أجواء النبوءة المهدوية إنها في الأزمنة القريبة من عصر الظهور المهدوي أنا لا أتحدث عن هذه النبوءة فقط لا أتحدث عن هذه الرواية لوحدها إنني أتحدث عن مجموع النصوص عن مجموع الأحاديث هناك سياق هناك جو هناك أرضية واحدة لكل هذه النصوص للنص الذي تقدم عن سعيد ابن المسيب وهو يتحدث عن فتنة الشام التي كأن أولها لعب الصبيان والتي لا تتناهى لن تنتهي حتى ترتفع الصيحة السماوية مدوية في السماء باسم الحجة ابن الحسن المضامين هي المضامين ثم يؤتي الله الحق من يشاء الكلام يشير إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكل هذا يشير إلى أن الأحداث ستكون قريبة من عصر الظهور المهدوي فتنة الشام ما هي التي صنعت الأرضية والمساحة التي ظهر فيها هؤلاء هذه قطع من صورة ولوحة إذا ما جمعنا قطعها المتناثرة هنا وهناك فإنها ستشكل لنا صورة كاملة واضحة أقرأوا الرواية كاملة عليكم وأنتم تذكروا المعاني إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحرك أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليس من أهله أسماؤهم الكنا ونسبتهم القرى وشعورهم مرخات كشعور النساء حتى يختلف فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق ما يشاء الحق مع الحجة ابن الحسن فقط وليس مع جهة أخرى أفدا حتى لو كنا نعتقد من أننا على الحق فإننا مع الحق بشكل نسبي هذا إذا كنا على الحق الجهة التي هي على الحق المطلق فقط هي جهة علي وآل علي علي مع الحق والحق مع علي بقية الله مع الحق والحق مع بقية الله يدور معه حيث ما دار نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر